السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة البيت بيتك قناة البيت بيتك بتقدم كل جديد ان شاء الله والنهاردة عندنا خبر جميل جدا الخبر ده بتكلم عن التموين بتناشد اصحاب البطاقات سرة تحديث بيانتهم وبتكشف عن اخر مواعيد للتحديث خلي بالكو يا جماعة لازم تعمل تجديد للبطاقة بتاعتك او تحدث البطاقة بتاعتك عشان كوزارة تموين بيتناشدكم عشان تخلي بالكم لو ما حدثتش البطاقة بتاعتك دي ايه هي حصل هتضطر تعمل بطاقة جديدة وموال جديد وتخش في مدهات ملاش اي لازم هتناشد وزارة تموين والتجارة الداخلية والمواطنين اصحاب البطاقات التموينية التي بها اخطاء ضرورة تصحيح هذه الاخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقة من خلال الموقع ادارة دعم مصر واحنا انا كنت منازل فيديو برضو موجود على قناة البيت بيتك وقناة اجيال اندلوس بنتكلم عن الموضوع ده الموقع هيبقى موجودة هوت وهيحط لكم تحت الفيديو ان شاء الله او ادخل على دعم مصر اهبت وزارة الوزارة بالمواطنين صرعة تحديث البيانات وتصحيح الاخطاء بهذه البطاقة حتى لا يتم الغاء البطاقة حيث يتم الغاء البطاقات التي بها اي خطأ بعد يوم تمانية نوفمبر 2018 تمانية نوفمبر يعني ما خلاص قربنا وحالة الغاء اي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لاصدار بطاقة تمونية جديدة وفقا لاجراءات وضوابط وقواعد اصدار بطاقات تمونية الجديدة الموقع متاح للدخول عليه وفي حالة عادة موجود بطاقات على الموقع بطاقتك مش موجودة على الموقع اعرف اللي انت سليم خلاص لكن لوقتي البطاقة لسه على الموقع ولسه هلعوز تحديث اعرف اللي عاوز تحدث ده كان وزير التموين قال الكلام ده على بعض القنوات الموجودة في ياريت ياريتني سارع بالموضوع ده يعني مثلا احنا لو دخلنا على الموقع اهوت الموقع بتاع دعم مصر زي ما انتوا شايفين الموقع اهو السلام على البيانات قدامكم اسم المستخدم تحط اسم المستخدم بتاعك كلمة المرور نوع المستخدم ايه مكتب التموين الكلام ده كل وبتعمل ايه دخول اه خلاص ده وزارة الانتاج الحربي هو جماعة ودلوقتي في عندك اضافة مواليد اعزوا تعمل اضافة مواليد رقم بطاقة تمونية رقم القومي بتعمل دخول وفيه تنبيات بتغيير لك البيانات يعني الموضوع سهل وبسيطة جماعة مسلا حدث بياناتك بتشوف رقم البطاقة تمونية ورقم القومي بتاعك وتشوف التحليسات طريقة المعالجة ايه ورقم القومي خطأ ولا لا والكلام ده كله اهو كل البيانات موجودة وسهلة بس احنا مش عايزين نتعب نفسنا اكتر من كده الموضوع ده سهل وبسيط بالله عليكم اه انا ما نصحكم انتوا حرين بقى عشان مسر بترجاش توا تلف تاني وتوا تتعب نفسك والكلام ده كله استعلام هو مكاتب تموين اه اسم مستخدم كلمة مرور ونوع المستخدم ايه ومكتب التموين ايه بتضغط عليك الى مكتب التموين بيجي لك مكتب التموين بتاعك تمام اه زا ما انت اعاوز اي حاجة توقف قدامك انت روح لأقرب مكتب تموين لك بحس اللي انت متتعبش اكتر من كده اه اه انا كل اللي فيه اللي انا عاوز عاوز بس انتم يعني مفيش حد يتعب اه والله كله خير انا بعمل خير لأي حد وهي حاجة بتجيلي خاصة باي حاجة فبنشرها على قناة سواء قناة بيت بيتك اللي احنا عليها دي او قناة اجيال اندلس التعليمية التانية اه وعندنا مرض موقع اجيال اندلس دوتكم اه التلاتة دول هما اللي خاصين بنا فادخل وشوف اللي انت عاوزوا فيه اشترك في القناة حتصل لك كل جديد وانشروا الفيديو ده حتى تعم الفائدة ممكن غيرك ما يعرفش الكلام ده ممكن غيرك مستني اي خبر اه لعله خير ده كان الموقع قدام حضراتكم ادخل وحدث وشوف الدنيا مش هزعي اه تحت امركم في اي وقت اشترك في القناة حتصل لك كل جديد ان شاء الله كان معكم اسمارز مؤسس قناة بيت بيتك وقناة اجيال الاندلس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك اشترك في القناة اشترك في القناة